نذهب سريعا لموجز الأهم وآخر الأنباء موجز التسعة بصحبة زملتنا هلا الحملاوي شكرا بسانت ومصطفى التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن تستضيف مصر في مدينة شرم الشيخ اليوم اجتماعا خماسيا بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيع المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأضافت الخارجية أن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم السادس والعشرين من فبراير الماضي بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهديئة بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام وكشفت الخارجية أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوفق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات حث مستشار منظمة الصحة العالمية الصين على نشر كل المعلومات المتعلقة بأصل جائحة كورونا وذكر بيان لمجموعة استشارية علمية تابعة لمنظمة الصحة العالمية أن علماء صينيين نشروا في وقت سابق من هذا العام التسلسلات الجينية للفيروس وكذلك البيانات الجينية الإضافية المستندة إلى عينات مأخوذة من سوق للحيوانات الحية في ووهان بالصين عام 2020 وأوضح البيان أن النتائج نشرت لفترة وجيزة على قاعدة بيانات المبادرة العالمية لاقتسام بيانات إنفلونز الطيور وهو ما سمح للباحثين في الدول الأخرى بالاطلاع عليها شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لم تنقطع في أي مرحلة مشيرا إلى وجود تمثيل دبلوماسي للبلدين في القاهرة وأنقرة وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع نظيره التركي مولود شوش أغلو في القاهرة أكد شكري وجود رؤية مشتركة بين البلدين حول العديد من الموضوعات بداية من تطوير العلاقات الثنائية على المستوى السياسي وصولا إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال مشددا على خصوصية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وحرص مصر على عدم تأثر تلك العلاقات وأوضح وزير الخارجية أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9 مليارات دولار خلال السنوات السابقة لافتا إلى وصول الاستثمارات التركية في مصر إلى 2.5 مليار دولار أعلن الرئيس الأوكراني فلوريمير زيلانسكي أن أوكرانيا ستتلقى مساعدة عسكرية جديدة من دول حلف شمال الأطلنطي وحلفائها وقال زيلانسكي أنه تم عقد اجتماع دوري في رامشتاين مشيرا إلى وجود حزم دفاعية جديدة من كندا والمانيا وفرنسا والدنمارك وإستونيا كما أشار إلى أن السويد وبولندا اتفقتا على مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا تضم ذخيرة وقضائف الدبابات والمدفعية وأضاف أن بولندا والليتوانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى تواصل مساعدة الجيش الأوكراني بقوة أعلنت وكالة أنباء يونهاب أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في أحدث عملية إطلاق تتزامن مع إجراء سول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة في سول أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ باتجاه البحر الشرقي وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية الجديدة هذه بعد أن أطلقت فيونج يونج الخميس أقوى صاروخ لها قبل زيارة لليابان أجراها رئيس كوريا الجنوبية يونسو كيول تواصلت الاشتباكات بين شرطة باريس ومن تظاهرين لليوم الثالث في الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على رفع سن التقاعد وحضرت السلطات البلدية التجمعات في ساحة الكونكورد والشنزليزي بوسط باريس بعد مظاهرات أصفرت عن اعتقال 61 شخصا في اليومين السابقين كما تظاهر آلاف البرتغاليين العاملين في القطاعين العام والخاص في لشبونة يوم السبت للمطالبة بزيادة الأجور واتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة جاءت التظاهرة بدعوة من الاتحاد العام للعمال البرتغاليين غضاة إضراب لموظفي القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور أثر على خدمات النظافة والمدارس والمستشفيات كما دعا الاتحاد النقابي البرتغالي الرئيسي إلى كبح أسعار السلع الأساسية والمساعدة في الحد من ارتفاع الإيجارات والقروض العقارية وسني تدابير للتصدي لنعدام الاستقرار الاقتصادي لقي 14 شخصا مصرعهم على الأقل وتعرضت منشآت لأضرار إثر زلزال بلغت قوته 6.8 من 10 درجة بمنطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو وقال الرئيس الإكوادوري جيارمو لاصو في بيان إن جميع الوزارات ناشطة ولديها موارد اقتصادية كافية لإصلاح ما نجم عن الزلزال من أضرار على الفور وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 66.4 من 10 كيلو متر على بعد 10 كيلو مترات من مدينة بلاو نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل